عايز ابدأ الاول بسقوط حر. تمام. آآ لسه كنوا من دردش تحت وانحنا وقفين تحت. انا كنت آآ انا متفرج عادي. انا لا درست سينيما ولا بمثل ولا اي حاجة. بس كنت شايف ان دور مديرة المستشفى. وانتي حتى عدلتي قلت لي كمان احنا عملناها صاحبة المستشفى. شايف ان دور سهل ممتنع. انتي صارمة. وفي نفس الوقت شايفها تجوزات الدكتور اللي بيعالج نيلي كريم. وموافقة على اللي بيعمله محمد فراج. بس بتوقف يا محمد فراج عند حد. تركيبة غريبة كده. يعني هو انتي معاهم ولا عليهم. يا ايه? لا هو باختصار احنا خلينا الشخصية هو الدور على الورق. هو كان دور بسيط جدا. فكان لازم آآ لما كلمت لما كلموني في شركة العدل. مم. وجيت دور فقالولي احنا عايزين اكدفة شرف. مم. فأنا حبيت ان الدور يبقى له معنى. ما يبقاش مجرد ان هو آآ يعني دكتورة عدت وخلاص مرور الكرام يعني. فزي ما قلت لك خلناها صاحبة المستشفى وفي نفس الوقت هي لانها خبرة اكتر من الدكاترة فهي كانت لماحة انها تشوف مين الصح ومين الغلط. بس كانت بتوقف عند منطقة محددة وهي منطقة احترام اللي اكبر او اللي مركزه اعلى. او الاقدم. او الاقدم. هي كانت طول الوقت بتحافز على ده رغم ان كانت ثقتها كبيرة في الدكتور الصغير اللي هو كان فراج. هم. مع شوية الصراعات اللي احنا شفناها ان هي كمان نتيجة انها تعاملت مع الدكتور الصغير وسبت له يعني آآ. مساحة دييرة. التصرف في مساحة انه وقحة في كارسة ان في واحدة هربت من المستشفى. هم. في يعني هو كتت تركيبة كده بس الحمد لله عدينا بيها يعني. طب التركيبة دي كتت مكتوبة في الورق كده? لأ. يعني آآ الناس اللي بتدير مستشفيات للعلاج النفسي. في منها الخاص وفي منها الحكومي. الخاص بيبقى دي التركيبة يعني اه? الى حد ما لان احنا كان معانا طبعا دكتور نبيل القط كان هو الاستشاري للمسلسل. هم. وكان دايما بيقول لنا ان الدكتور يعني دكتور الامراض النفسية او اللي مسؤول عن الحاجات دي. هم. ما تتخيلوش ان هو شخص آآ خالي من العيوب يعني هو مش لانه عارف التركيبات النفسية والكلام ده هو دكتور بس عنده مشاكله الخاصة عشان كده كنا في اوقات بنشوفها عصبية في اوقات آآ بدليل ان في مشهد اتقلها يعني يا ريت تروحي للدكتور بتاعك بقى. آآ آآ لا كان طبعا في استشارة وكان اتقلنا يعني الى حد ما بيبقى ده الشكل اللي بتاعهم يا.